هذا وأكد صاحب السموة شيخ سعود بن صقر القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الشباب الإماراتي يمتلك المهارات والطاقات البناءة القادرة على صناعة المستقبل الواعد لدولة الإمارات جاء ذلك خلال استقبال صاحب السموة حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب يرافقه محمد حسين لبلوشي رئيس مجلس راس الخيمة للشباب وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة اليوم العالمي للشباب واطلع سموه خلال اللقاء على مسجدات العمل في المؤسسة الاتحادية للشباب والخطط والبرامج التي يعمل عليها مجلس راس الخيمة للشباب وأشاد سموه بجهودهم في دعم العمل الشبابي